وثمراته وكذلك نذكيكم بالاتصال والتواصل على الأرقام التي تظهر على الشاشة من الآن إلى صلاة الظهر بإبداء مرئياتكم ومشاركاتكم في هذا الموضوع اليوم وكذلك نذكركم بوقف الهتم الأول والتابع للجمعية الخيرية بوادي عمود في جازان هذا الوقف اللي يصرف ريعة على الأيتام والأرامل على هذه الفئة الغالية على قلوبنا التي فقدت أغلى إنسان في حياتها وهو الأب وبعضهم فقد الأب والأم أو فقد الأم أو فقد كليهما فهذا الأب هو قيوم الأسرة وهو من يتحمل مسئلة الأسرة فهذا الإبن أصبح بعد والده يتيماً من يرعاه من يقوم عليه بعد الله سبحانه وتعالى إلا هذه الجمعيات التي جعلتها الدولة بعد الله سبحانه وتعالى فرج لهذه الفئة ولهذا الفقراء حتى لا يحتاجون إلى الآخرين حتى تحفظ لهم كرمتهم وتحفظ لهم ما أجيهم حتى لا يحتاجون إلى السلون الناس فيهم من يعطيهم وفيهم من يمنعهم لكن هذه الجمعيات هي تقوم على هؤلاء الأيتام فجميع حاجياتهم على خمسة عشر باب من أبواب الخير لهذا اليتيم منها السقية ومنها الحاكم المدرسية ولدوات المدرسية وكذلك الفسحة المدرسية وكذلك التعليم وتهيئة اليتيم لسوق العمل حتى يصبح عضو نافع في المجتمع وكذلك علاج اليتيم وسكن اليتيم وكذلك ترميم المساكن وبناءها لليتيم ورأى أرملة وكثير من أبواب الخير لهذا اليتيم فكل ما يحتاج اليتيم وكسوة الشتاء وكسوة الصيف وكسوة هذا اليتيم فكل ما يحتاج اليتيم هم يقومون بالعناية بهجزاهم الله خير فنتبرع لهذه الجمعية حتى نحصل على صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة وكذلك عندما جاءت امرأة إلى عائشة ومعها ابنتين فعائشة رضي الله عنهم والمؤمنين ومعها ابنتيها فطلبت منها صدقة فدخلت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين إلى داخل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم فما وجدت إلى ثلاث تمرات فأعطت تمره أعطتها للأم والأم أعطت تمره لإبلتها اليمناء ثم تمره الأخرى حبت تمره لإبلة اليسراء وأبقت معها واحدة حتى تأكلها فلعل البنات أكل تمراتهم بسرعة من الجوع وفي أثناء أنها تشكر عائشة ملمين رضي الله عنها البنات طلبا التمره لماعها فشقتها نصفين فأعطت اليمناء نصف واليسراء نصف فقررها أعسلم لقد واجبت عندما أخبرتها عائشة بعمل الإمرأة قال لقد واجبت لها الجنة تتقو النار ولو بشق تمره فنحن نساهم في هذا الوقف ولو بالقليل بقدر ما نستطيع إن الآن ندفع أموال في الكافي وندفع أموال في أشياء ممكن تعود إلى النفع أو أشياء كماليات لكن هذا الصدقة تبقى لك بعد موتك حتى الإنسان إذا جاء يوم القيام يقول رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت في هنا مزرعة الصالحات في هذه الدنيا مزرعة الصالحات ويبقى الإنسان إذا اجتهد في الأعمال الصالحة تكون له خاصة في الأعمال المتعدية الأعمال الوقفية تكون صحيفة مفتوحة لأن في أعمال وجور تأتيه حتى هو في قبره فيوم القيامة يجد أعمال هو ما عملها ولكن بسبب هذا الصدقة بسبب هذا الوقاف بسبب أعمال الخير التي عملها وهو حي يرزق أعمال متعدية خيرها ونفعها للآخرين فيكون له الأجور فيكون رعا سلم إذا مات ابن آدم أن قطع أعمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو والد صالح يدعو له أو صدقة جارية فهذه الثلاثة الأشياء قد نجدها في هذا اليتيم قد يكون هذا اليتيم ابن صالح يدعو لمن تكفل به وكان سببا في عفته وحفاظه عن أهل الشر وعن من استغلوا الحاجته وعوزه وقد يكون هذا الابن كذلك الله عز وجل ينفع أو هذا اليتيم ينفع الله عز وجل به الأمة فيصبح عالم فيعلم فتكون أنت تاخذ أجر هذا العلم والتعليم لأن كنت سببا في أن حصل على هذا العلم وقد وكذلك صدقة جارية تستمر إلى يوم القيامة لك فحريوا بنا مشاهدي الكرام ونحن وإياكم أن نجتهد في الأعمال الصالحة فلدينا القائمة التبرعات وصلتنا فاعل خير ثلاثمائة ريال تقول عن جدتي لطيفة سليم وأمها وأبوها وكذلك تقول عن جدتي لطيفة سليم وأمها وأبوها ثلاثمائة ريال وكذلك فاعل خير ثلاثمائة ريال وريم العتيبي تقول دعواتكم لي أن الله يرزق لي بأخوان مئة ريال نسأل الله أن يرزقها بأخوان وعائشة الشهراني تقول دعواتكم لأخوي بالذرية الصالحة ويبارك لنا في صحتنا وكلما نملك مئة ريال نسأل الله أن يبارك لهم في صحتهم وكذلك فاطمة الأحمر تقول تبرعت لوالدي بستمائة ريال ولوالدي بستمائة ريال وستمائة ريال لذريتي وأمواتنا وأموات المسلمين ما أحسن أن الإنسان أنه يتبرع بنيته وبنية أهله وبنية الإسراء المسلمين كلهم حيهم ميتهم فجزاها الله خير وكذلك أم سليمان تقول تبرعت بنية الشفاء لولدي أرجو الدعاء له بالشفاء العاجل خمسين ريال أسأل الله ليشفيه وفعلت خير خمسين ريال وكذلك فعلت خير تقول تكفونا دعو الأخوي الله يشفيه الشفاء عاجل غير آجل جزاكم الله خير ندعو له بعشر ريال وأثير الضفيري تقول ادعو لجد بالشفاء العاجل خمسة عشر ريال نسأل الله أن يشفي مرضاهم ويجزيهم الأجر على ما بذلوا على ما دفعهم ويصلح نياتهم وذرياتهم ويصلح لهم أبنائهم وبناتهم وأزواجهم وزوجاتهم ويصلح كذلك نسأل الله أن يصلح حياتهم ويجعل حياتهم سعيدة ويجعل ما قدموه من تبرع ومن صدقة في ميزانهم يوم القيامة نسأل الله أن ينميه هذه الصدقة حتى تصبح مثل الجبال مثل جبل أحد وكذلك نسأل الله لهم التوفيق ويشفي مرضاهم ويصلح نياتهم وذرياتهم أبو عبد الله حول الصدقة وحول التبرع مثل ما ذكرت بنايف هؤلاء المتبرعين نعم ترجمة نانسي قنقر